المايك عندك فيه شوية ومشاء لك بتعرف حنا نياتنا حنا ما نعرف الدين علمنا وصانا وكل شيء وكل واحد في ظل صدقاتها من القيام لو كان اللي حاجة بسيطة لو أقول لك تصدق وعلم الله ما عندي شيء ولا كميد داخلي أنا أبغى تصدق صدقتي تروح كما نويت نعم بالنية شايف ما بالك إذا كان عندك شيء تستطيع لو ريال واحد لو ألف لو كأك أكثر ولا قل وأنا قلت لك ما دفع إنسان شيء وما يريد بها لوجه الله وفي خافة اللي عوضها الله ما أقول له ثمانية وربع ساعة 24 ساعة خذها قاعد وأنا قد قلت أكثر من مرة كنت أنا واحد الزملاء قلت يا أخي والله وفي وقف هنا وديت لكن حسابي ما فيها لحاجة بسيطة كان ما أنت مجبور قلت يا أخي نفسي تقول أحد نفسي تقول أحد أحد وصفرت علما ما عنديك حساب أنا كثير ترى حسابي ما يتعدى ألف ريال ألفين كده لكن مثلا مستور الحال الحمد لله لكن ذاك اليوم كان دون العلف كان دون العلف والله ما أدري كم قلت والله ما أني أنا أتعقت سار لي مدة ما سار عند شيء قلت أني لا أصفر الحساب بهذا الوقف كان بجنبي واحد جنبي قلت والله إلى صفره بحلالاته والله ما أدري كم حطيته والله ما أدري طلع خمسمية ثلاثمية والله ما أدري كم المهم مني صفرته قلت اتفضل قال والله أبو علي نحط الصفر ويعلم الله سبحانه وتعالى الفوايد والعوايد اللي شفتها من ذاك اليوم والنهار الثاني والله أبو وأنا مدة فلذلك أعمل ما بينك وبين الله ما عشان الناس فأنا في حينما أدلك أنت كان اللي ماشي في ظلام وفي دير ثم تعرفها وحاولت أبيلك وأعطيك شوي استراج قدامك حتى تصل إلى حاجتك إلى قبل حاجتك حيننا اللهم ندل على ذلك فأنا شفت قلت لكم إذا تريد البركة في العيال والنجاح والبركة وشبالة بي في الصدقة في الزوجة في العيال في البيت المطمئنة في ركوبتك اللي تركبها إذا ضاقت بك الهموم كثير من الناس يقول يفكر وتكثر اخرج صدقها تحصل لك كل اللي كان عندك حمل في ظهرك ونزلته تصدق باللي تجود به نفسك ما بالك جمعية مرخصة بعيد عن أي مسألة هنا مربط الفرس زي ما قلت مدامها موجودة صح فتصدق بالجود به نفسك صح مرة يقول واحد تأخرت وهذه أنا لما نذكر هذه لأنني أقول ترى الصدقة له في لي سير كنا في بر وماشي خوية قدامي وعلننا نسوي غدانا الظاهر غدا أو عشى بدري الممنا بعد العصر ومن ذا كل الوادي بعيد جدا قال له في عام الاشتري كده مع حلال راح هو وتأخرت ولا رسال ما في رسال حساس أن يدق عليه يقول لي ليش وتأخرت لأن نزل وجاء وقابلته إيش اللي يبغى يبغى قطرة ماء لا إله إلا الله الله أكبر أعطيت للماء هذا وتأخرت على أخوي وأنزعج وكده ومبتعد شوي فكرني ورا هذه النقطة يمكن أنه حتى ما تجي علبة دائما مويت لكن وجدت فيها راحة وجدت فيها سعادة لا إله إلا الله وجدت فيها ملامح القبول شيء ما يستشعر ألا من شافر جيت عندها قال هنت شوفك قلت يا أخي وجدت خير من تقدمي هذا اللي أنا بجي الله أكبر شوف أي عمل هذا ترى كل شيء بسيط الحمد لله لماطة الأداء عن طريق صادقة صح بتسامك واجه أخي صادق قال لماذا قلت في عاملة اشتر لي ووقفت الأهلين جاء أعطيتها ما يشرب قال وش فيها وكل الناس يشربوا قلت ولله لكن ما يحس بها اللي من عاناها ما أكبر يا رجال وقلت نعم نعم ما يحس نعم اللي من عاناها هذه أو استشعر الكلام هذا فوالله ما ترتاح نفسيا حتى تقدم أي شيء لك فما بالك قلنا لكم المرخصة وبعيدنا عن أي مساءلة بفضل الله سبحانه وتعالى تم التنظيم اللي موجود وحسب ما سمعنا وحسب ما شفنا وخلاف ذلك الآن حنا في آمان وضمان هاي عمل تقوم به في جمعية في كده بإذن الله سبحانه وتعالى العمينين واجد وإذا الحين اللي زاد الانضباط أكثر اللي زاد النظب حوكمة كمبيوتر كمبيوتر كل شيء يعرف كل شيء واضح يو تجي وتقول وين يصرف الحمد لله يو تتطفل وتجي عند هذا وتقول لي بالله بسؤول عن كده بعيدا عن أنك تعطيني برينت وأنك تعطيني كده بس ورني أي عمل أعطاك زر قاشف قدامك فالآن كل شيء مضمون وأسأل الله أن يجعله إياكم للمنفقين الذين لا يرجون إلا ما عند الله سبحانه وتعالى ما شيء آخر في كلمة قدام أنت منه حنا يقول عندنا أنت تقول جود الله ما خلقنا خلقنا الله سبحانه وتعالى لنعبده ونعمل بما أمر به ونجتب نبمنها عنه ونتبع أوامره سبحانه فيقول الشاعر يجودوا علينا الخيرون بجودهم ونحن بجود الخيرين نجودهم تقول الله الله خلقنا سبحانه فيها النعمة حتى يرى مننا ماذا نعمل بها نشكرها أنا أشكر أم نكفر وهذا في القرآن هل نعطي حقها يجود علينا الخيرون بمالهم يجود علينا الخيرين بمالهم ونحن بجود الخيرين نجودهم ونحن بمال الخيرين نجودهم نعلمهم مننا الهدف واحد الحسن نحن بس نبغى نوصل فيما بالك إن الله سبحانه وتعالى خلقك في المال في الأولاد في العيال ثرى فيهم خلقك ليش حتى تعطي العيال حقهم تعطي الله حقهم في أول شيء تعطي الله حقهم في أول شيء تربي عيال تربية من ربت ثلاث كانوا حجاب قالوا اثنتين قالوا اثنتان يا الله فما بالك إنك تربي يجيل يقول لي واحد الفضل الله والمنة لله أخذت مهر قلت نعم قالوا قلت عطيتها البنت قال لي قلت ياك فيما قدمت لله سبحانه سبحانه كفيني كم إذا قال قالوا الله يرحم شايب الرباك ومن ربتك آمين كم تسوى هذه يا مسلمين فلذلك ترى أولادك أمانة في عنقك حرمتك أولادك من رب تربيهم تنشي ثم تتحافظ على المال من أين أكتسبت من أين أنفقت من أين حطيت وغض طرفك حتى يرتاح قلبك عن المحارم وعن الحرام فوالله لن يدوم إلا الحلال ولن تسعد بالحلال في الدنيا الله زاكر بخير تسلم تسلم أيب الله ناذر لك الشيء بالشيء يذكر نعم وعلي فتحنا حقيقة ما جاء الموضوع حديث